الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله عزيزينا طلاب صف الثالث العدادي درس جديد نكمل به شرح إن شاء الله موضوع الأفعال السببية اللي هي الـ Gate والـ Have طبعاً إحنا قسمنا الأفعال السببية إلى Gate و Have و Make Make بعد يعني واحد راح نشرحها لأن قاعدتها واحد بدينا بشرح موضوع الـ Gate والـ Have لأن من حيث الاستخدام والمعنى يكون استخدامهم واحد وطريقة السؤال كذلك على دول الكلمتين راح تكون وحدة نجي الآن على الطريقة الثانية اللي يجي بيها السؤال حول موضوع الـ Gate والـ Have الطريقة الثانية إنه إحنا بالطريقة الأولى أخذنا إذا وجدت بالجملة Ask زائد 2 شون نتعامل وشون نحل وشينو خطوات الحل بالطريقة الثانية إنه إذا ما كانت الجملة تحتوي على Ask To فشلون طريقة الحل تكون؟ طبعاً طريقة خطوات الحل تكون حسب التالي يعني لما يكون طيني جملة ويطلب من عندي مثلاً يقولي Use Get أو Use Have والجملة من بداية النهاية تحتوي على Ask To فشون طريقة الحل؟ طريقة الحل نتبع خطوات التالية الخطوة الأولى إنه نحذف الفاعل يعني مثلاً راح نجي نطبق طبعاً إحنا على هذه الجملة مثلاً عندي هذه الجملة Someone stole my car يقولي Use Have Use Have هذا هاف أحد الأفعال السببية هل الجملة تحتوي على Ask؟ لا فإذن ننتقل إلى الطريقة الثانية لنحل بها السؤال خطوة الأولى يقولي نحذف الفاعل طبعاً الفاعل هو يكون العنصر الأول بالجملة فكلنا نحذفه يعني مثلاً someone stole my car هذا الفعل اللي قبل الفعل كل الكلمات هاي نسميها فاعل تمام؟ الخطوة الأولى نحذف someone تمام يقولي الخطوة الثانية نعوض الفاعل المحذوف يعني هذا الفاعل المحذوف شون راح أجيبه بجملة جديدة وأني مو عندي جملة جديدة راح نزلها شون راح أجيب فاعل يقولي نعوض الفاعل المحذوف بالاستدلال من خلال صفات التملك مع عدم حذف صفات التملك يعني بالجملة ماتي أنا راح ألقى صفات تملك صفات التملك هي his, hair, our, your, their, its ذني صفات التملك راح ألقى واحد من عدهم فيقولي انت مو حذفة الفاعل شون راح أطلع الفاعل مال الجملة الجديدة اللي راح تنزلها تقول باوع بالجملة راح تلقى واحد من صفات التملك واحدة من ذني رجعها إلى ضمير فاعل يعني اشتق منها ضمير فاعل يعني مثلا الماي أوكي شون ضمير الفاعل مالتها الآي فمن خلال صفة التملك أشتق الفاعل فجيت بالجملة لقيت ماي أرجعها ضمير فاعل طبعا هذا الجلوة لازم حفظ يصير آي فأجي أن أزل الآي زين هاي صفة التملك اللي طلعت منها الفاعل أحذفها لا ما أحذفها عندي الحل مبقيها بس هي ساعدتني حتى أطلع الفاعل مال الجملة الجديدة من خلال صفة التملك اوكي إذا عندي ماي أسويها آي إذا عندي هز أسويها هي إذا عندي هير أسويها شي إذا عندي أور أسويها وي إذا عندي يور أسويها يور طبعا هذه خطأ هنا هنا لازم أصير يور إذا عندي ذير أصير ذي وإذا عندي إت ستصير إت تمام زين هاي الخطوة الثانية طلعنا شفنا ضمير المفعول مني ومن خلال ضمير المفعول بي استدلينا على الفاعل زين بعدين نكتب القات أو الهاد هو يقول لي يوسف أرجعها ماضي أصير هاد فصير آي هاد الخطوة الثالثة طبعا المكتوبة من عندي قلنا نحول طيب بعد ما سوينا الخطوة الثانية طبعا إنه كتبنا نعوض عفو نكتب هاد وقات طبعا الخطوة الثالثة كذلك بعد ما نكتب هاد وقات إنه ننزل الاسم الموجود في نهاية الجملة وهذا الاسم يكون مسبوق إما بالذ أو الآ أو الآن أو مسبوق بالضمير تملك هذا ضمير تملك فهذا الاسم فشو الصير أنزل هذا الاسم لخطوة الثالثة الصير آي هاد ماي كار آي هاد ماي كار زيان الخطوة الرابعة نحول الفعل الموجود بالجملة إلى تصريف ثالث وين الفعل ماتي الفعل هو ثاني عنصر بالجملة لستول تصريف ثالث شو راح أصير راح أصير ستو لن تمام وأخلي نقطة لأن جملة مثبتة هاي خطوات الحل أوكي نجي على الجملة هذي الأخرى كذلك نناقشها عندي هذه الفعل هذه التكملة ما للجملة أوكي مثلا هنا يقول لي استخدم get زيان يعني فعل سببي هل الجملة تحتوي على ask لا فإذا نتبع الخطوات التالية أول شي نحذف الفاعل ونستدل من الضمير تملك بالفاعل زيان الخطوة الأولى حذفنا الفاعل بعدين نجي وين ضمير تملك هذا ضمير تملك أريد أطلع منا فاعل ما حفة طبعا بس أريد أطلع منا فاعل الزير أصير ذي أكتب هناك كلمة ذي ومن ثم نكتب got وهذا حسب الموجود هناك تاني عندي فرح أحولها إلى ماضي فأصير got طيب الخطوة الثالثة طبعا أنا ما أكتب هنا ناسيها تكتبوها نكتبو الاسم الموجود في نهاية الجملة ونستدل عليها له مسبوق بالأ أو الآن أو الث أو مسبوق بضمير تملك هذا هو نكتب هذا الاسم فشي صير I got العفو they got their balls their ball تصريف ثالث هو نفس الشكل راح يكون بالماضي والتصريف الثالث signed حلصنا بالتصريف الثالثة تصريف الثالثة